طيب أستاذ أسام هل كروش نجح حتى الآن في ما يريد الوصول إليه وهو المباراة النهائية ده احنا كلنا متفقين عليه من ناحية النتائج ولكن من ناحية الأداء من وجهة نظرك الأداء لازم ياخد وقت يعني كروش من المدربين يعني الحياة اللي لازم تستنى عليهم راجل شيخ طريقة يعني في الليفل ده وانت راجل يعني نجم كورة بيبقى عاوز يطبع العيبة بطبع يعني حتى لما بيخرج العيبة ويدخل العيبة ويمكن ده للأسادزة يعني قالوه على أفشا ومحمد شريف لما قال إجهاد طبعا هو سابهم يقولوا أو يقولوله لأنه مباش حاجة اسمها إجهاد الناس دي إجهاد إيه إنما هو في الآخر قال أنا استبعتهم جزء فني وبدأ بطبيعته بقى ويقول الصراحة يقول حاجات اللي متربع عليها كابتال إسلام ياخد مين دلوقت وياخد مين بعد كده هو عامل فايلات على فكرة لكل اللعيبة اللي بتلعب بره بل على العكس ناقص يعمل مكافأة لليرشد عن حد بره وهو ما يعرفوش تخيل زي أفضليات كل الناس المحترفة أنت بتبقى مالديني ماسك إيطاليا وهي بلده لكن ممكن يجيب لعيب إيطالي في أسبانيا قبل ما يجيب لعيب من اليوفي هو دايما بيرى أن ده بيبقى أكثر قدرة على يعني الجلد وكذا والدليل أن فيه بلد آخر أو مؤسسة هي بيزنس بقى واحتراف مؤسسة أخرى انت دابته يعني وبالتالي كيروش رايح على المساحت عشان كده لو يعني يعني يعملوا لنا حاجة كويسة قبل ما يمشوا الراجل ده يتمدي ما قاعده طويل بغض النظر عن الأوقات بس بشرط أنهم يكملوا الستوف بتاعه هو طالب يجي تمانية وطبعا فضلوا يختزلوهم شوية بشوية لازم يكملوا الستوف بتاعه عشان يشتغل شغله اللي هو أبو جد يعني وبالتالي تقدر ساعتها ترصده احنا ما عندناش أزمة غير في المباراة النوكاوت إن شاء الله أنه بس فكرة أن احنا الله هديهم بس ما لعبناش في الأجندة الدولية ماتشوات دولية ودية وبالتالي كل يعني الأدفانتش اللي هيبقى موجود إن انت الماتش التاني بره بس مبارات العودة لكن اللي عايز يروح كاس العالم مش هيهد بقى في الرجالة ما يضرب زي أهلينا في السعيد ولكن اللي هيهد في الرجالة مشان ما يضرب خلاص بقى أنت خلاص عايز توصل بدراعك بس كده فالموضوع إيه عشان يخلصونا بقى وإيه واللي عامل فيها بطل والنجم وكلهم نجوم وأبطال بجد يعني والمراضي بيقودهم مو صلاح فأكيد يعني عندهم نازع أنهم يثبتوا ده في أنواننا مصر الجديدة لا الناس تستحق أن برضو تشوف منتخبة متطور بشكل أداة يحترم الجمهورية التانية الكرة هي كده هي فعلا سلعة أمن قومي وسلعة باجة في نفس الوقت حاجة كده بتكبر البلاد والعبادة إحنا منتظرين منه بقى أن إحنا نشوف كورة بدءا من مباراة الغد وانت طالع بقى لقدام كاس العرب في كاس العرب في أمم أفريقيا نبدأ أن نشوف كيروش وهو بيحط بقى تيكتيك وحاجات كده وأعتقد أنه هو هيروح على تلاتة أربعة دي واضح كده أن فيه طريقة جديدة هتتسلل لمصر اللي لعبها الموس الأحفر موسيقى على خبس المدرسة بتاعها مع طبعا اشتغل معاه وكده وراجل بيطور طول الوقت اشتغل معاه كتير وشاف شغله واضح أن هنلعب زي مستر فيسا كده زمان لما جاب تلاتة خمسة اتنين برضو يبقى شيخ طريقة يبقى شيخ طريقة وبالتالي هيدعم ده وهتلاقي فعلا في تطور إذا أم الراجل اشتغل زي ما هو عايز ما فيش حاجة بقى اسمها نقد نقول مناصب ومراكز ومين صاحب رأي ومين من صاحب رأي حدش يزعل بقى الراجل هشتغل كما كل المدربين الفنيين ما عندناش أي قلق لأن حكاية التصنيف الأول دي محتاجة أن منتخب يقع النقط مش هتعوق يعني احنا لو كسبنا 10-0 ما لهاش داعو لهاش علاقة لا خالص الحكاية كلها خلاص هو الموضوع التحق لما هي خلاص أمرك بأدك توكلنا على الله مصر تستحق يلا رجالة واحنا وراهم إعلام كان أو جمهور أو كل كل وبالتالي لا لا داعي للقلق أي قلق أنا بالنسبة لي والله يتقول لك إيه مخصبهم يعني خلاص احنا نزعل ليه إذا كان بقى الفرسان دي ونبقى القنين طب يعني ينفع كده ما ينفعش وبالتالي ننتظر إنتاج يساوي إن شاء الله طموحنا في منتخبنا ترجمة نانسي قنقر